استطاع أعضاء نونيموس اختراق حسابات موقع تواصل اجتماعي تفوتر التابعة لأعضاء وقادة في تنظيم داعش وتمكنوا من التواصل إلى أكثر من 20 ألف حساب وأغلاقها وأعلنوا أن المراسلات بين الأعضاء كشفت عن خطة داعش المستقبلية المزيد عن هذه الحرب الألكترونية نستعرضها في التقديل التالي في أعقاب هجمات باريس الجمعة الماضية والتفجيرات التي خلفت وراءها 129 قتيلا أعلنت مجموعة أنونيموس الأشهر في العالم في مجال القرصنة عن بدء الحرب على داعش إلكترونيا انتقاما مما فعله في فرنسا ونشرت المجموعة فيديو باللغة الفرنسية على موقع يوتيوب يتوعدون فيه داعش التنظيم بدوره قام بعدد من الخطوات التأمينية وهذا ما ظهر جليا على تطبيق تيليجرام الذي يعتمدون عليه بشكل كبير في التواصل حيث نشرت بعض الحسابات التابعة لداعش معلومات مفصلة عن كيفية تحصين أنفسهم على الإنترنت لصد أي هجمات متوقعة ونشرت أهم الإجراءات التي يجب على كل أفراد التنظيم اتباعها إجبارا الأونونوميس وبعد تهديدها تمكن من اختراق 20 ألف حساب لأعضاء من التنظيم وإغلاقه وأعلنوا أن المراسلات بين أفراد التنظيم كشفت عن خطط داعش المستقبلية والتي تمثلت في مهاجمة العديد من الدول والمدن حول العالم وذلك في الأيام القادمة ولكن دون معرفة موعدها المحدد ومن هذه المدن هي مدينة أتلانتا وأندونيسيا وروما نناقش هذا الموضوع نحن في الأستوديو معنا دكتور معتاز كوكش الخبير في تقنية المعلومات وخبير في مكافعة جرائم الإلكترونية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور معتاز أردت أن تعلق قبل التعليق على هذا التقرير على تقرير يامان شواف الذي سبق فيما يتعلق بداعش طبعا في البداية إذا سألنا أنفسنا عن تطبيق التليجرام الذي يتصاعد طبعا مؤخرا على حساب الواتساب أو هناك بعض المناصرين لهذا التطبيق نجد أن كثير من التنظيمات الإرهابية لجأت لهذا اليوم نحن تكلمت في التقرير عن موضوع الإتجار بالبشر أو عملية بيع الأطفال أو حتى النساء من قبل أطراف التنظيم كان بإمكان تطبيق تليجرام إيقافهم منذ البداية الطريقة التحديدة هي طريقة سهلة جدا ولكن لم يتحركوا إلا عندما أعلن تنظيم داعش عن مسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء فطبعا هناك تقصير من قبل تلك الشركات على تحديد تلك الحسابات وإيقافها فهذا نجده كثيرا لا نجد أن أعضاء التنظيم موجودين في تويتر تويتر أغلق ألاف الحسابات في السنوات الماضية فيسبوك أغلقت ألاف الحسابات واتساب أيضا أغلق ألاف الحسابات وكذلك كان بإمكانهم كان بإمكانهم يقوموا الخطوة منذ البداية ولكن لم يتحركوا جديا في الماضي إلا عندما أعلن تنظيم داعش عن مسؤولية عن إسقاط تلك الطائرة فهذه النقطة أريد أن أنوه إليها بخصوص هذا التطبيق وهو تطبيق طبعا وجود في ألمانيا ولكن الأسس هو شخص روسي وأتحفظ على بعض النقاط بهذا التطبيق طيب بموضوع الاختراق والتقرير التابعني اختراق حسابات مواقع التواصل لبعض من قادة وأعضاء داعش نعم طبعا أنا حبيت أربط بين الموضوع الأول والموضوع الثاني نتكلم عليه اليوم هناك تقصير كما ذكرت في بعض الشركات هذا دفع إلى كثير من الأشخاص نحن اليوم نجد أنه التعريف للهكر ليس بضرورة أن يكون هكر شرير هناك من هم يناصرون الحق اليوم أي شخص لديه إمكانيات طبعا إمكانيات الاختراق وهذا نجدها أيضا بين الشباب المراهقين فئة المراهقين أو المتحمسين نجدهم يغارون على أوطانهم على ما يحدث من عمليات إرهابية في العالم نجد أن هناك عدد أيضا من الناشطين مثلا بعد قضية اعدام أو عملية استشهاد الطيار الأردني من داعش قامت هناك كثير من الأفراد الذين تعصبوا لهذا الطيار طبعا وثارة الحمي لديهم باختراق مواقع لداعش أو تدعم داعش وحسابات على الفيسبوك وما الشباب فالآن وجد نفسهم مجموعة من الشباب سواء الأنيموس أو أي حركات أخرى وجدت بنفسها طبعا نفسها مسؤولية للتصدي لتلك الحسابات بأن هناك تقصير من قبل الشركات المزودة لتلك الحسابات كما ذكرت منذ قليل أن التليجرام أو حتى هناك تقصير قد يكون غير مقصود أو مقصود من قبل فيسبوك أو تويتر أو حسابات غافلة عن تلك الشركات فأخذ على عاتقه هذا الشباب أنه يقوم بالتصدي لهذه النوع من الحسابات واختراقها ونشر والتبليغ عن محتوى تلك الحسابات وطبعا هذا الجهد مشكورة بالنسبة لمن يقوم بهذا العمل دكتور معتاز هكذا حسابات عادة اللي تغلق وإذا أصلا تم الحصول عليها تكشف محادثات بين أعضاء داعش كيف يعرف بأنه حقيقية هذه النقطة اليوم قام هذول الأفراد طبعا بعملية اختراق لتلك الحسابات عرض محتوى تلك الحسابات على الجهات الأمنية هي من بدورها تقرع إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أو لا يعني الهاكر ممكن يحدد مصدر فعلا تلك الحسابات كيف أنشئت من أي بلد تم إنشاءها الأوقات التي تم تعامل بها ولكن فحوى المعلومات قد لا يقدر هذا الشخص قد يكون عمره شخص 18 سنة و20 سنة من يقوم بتلك الاختراقات فبالتالي هو لا يقدر قيمة هذه البيانات فننصحهم بعرضة على الجهات الأمنية وهم بدورهم طبعا يقومون بتحديد إذا كانت هذه المعلومات مهمة أو لا في تحصين كامل من قبل داعش على مواقع التواصل لصد أي هجمات متوقعة لا يوجد لديهم صراحة هذه التكنولوجيا التصدية لكن هم يتنقلون من حساب إلى آخر يعني اليوم حتى لو تم إغلاق حساب نجد أن لهم ينتشرون في حسابات أخرى لديهم القدرة على التخفي أو التشفير يعني قد يتعاملون في مواقع الطبق مثلا حسابات لعلاقة حسابات قد لا تخطر في بال أحد أنهم يتعاملون بها أو يقومون بإنشاء مجموعات من خلالها وبالتالي حتى لغتهم أو حتى عملية التواصل فيما بينهم تكون بطريقة شيفرة معينة أو بلغة معينة أو برموز معينة برضو أرجع إلى الموضوع الأول الذي نتكلم فيه كانوا يتواصلون على التليجرام ب13 لغة مختلفة حول العالم فهذه النقطة هم لا يلجؤون إلى طرق تقنية بحماية حساباتهم بل يلجؤون للتخفي والتشفير في محادثاتهم في تواصلهم مع الآخرين ولأي درجة هي داعمة لهم هذه المواقع التواصل هذه لو لم تكن موجودة شوفي إحنا اليوم نتكلم عن واقع التواصل الاجتماعي هي مواقع طبعا أكيد دو حدين يعني اليوم الاخترع السكين أكيد اخترعوا اللي يساعدنا في تقطيع الأشياء ولكن في ناس يستخدموها كسلاح أيضا كسلاح أبيض وهذه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الفوائدة كثيرة استطاعت أن تخلق هذا العالم عبارة عن قرية صغيرة ولكن بنفس الوقت هذه التكنولوجيا سلاح ذو حدين هي أفادت كثير من الأشخاص في عصر المعلوماتية ولكن بنفس الوقت استطاع أيضا المخربون أو الراهبية أن يستغلونها لا نريد أن نقول أن تلك الجماعات تدعمهم لكن هذه التكنولوجيا المتاحة اليوم إذا استخدمت الجماعات الراهبية السيارات لا أريد أن نقول تكنولوجيا السيارات هذه ضارة لا هم استخدموا السيارات وذكروا استخدموا سيارات من نوع معين ولكن لا أريد أن نقول أن هذه الشركة هي التي دعمتهم لكن من الذي أوصل إليهم مثلا تلك السيارات هنا النقطة وإلا كنا لمن من اخترع السكين السكين أو لمن من اخترع السيارة أو صنع السيارة أو ما شابه شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور معتز كوكش الخبير في تقنية المعلومات والخبير بمكافعة جرائم الإلكترونية شكرا